دانت مملكة البحرين بشدة تصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها السيد حسين أمير عبداللهيان مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والإفريقية وتعتبرها تدخلا مرفوضا وغير مقبول في شؤونها الداخلية وسلوكا غير مسبوك في العلاقات بين الدول وغير معهود إطلاقا في العلاقات الدولية والإقليمية ويتناقض تماما مع مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي التي تؤكد جميعها على احترام سيادة الدول واستقلالها وقال السفير حمد أحمد عبدالعزيز العامر وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون ردا على تصريحات مساعد وزير الخارجية الإيراني لوكالة أنباء فارس الإيرانية هذا اليوم بأن كبار المسؤولين الإيرانيين يتحدثون كل يوم عن البحرين بأكثر مما يتحدثون عن بلادهم وسياستها ومصالحها وأوضاع شعبها الاقتصادية والاجتماعية المتردية وذلك من أجل التغطية على الواقع المرير الذي يعانيه الشعب الإيراني من الظلم والاستبداد وانتهاك أبسط حقوقه الإنسانية في الحياة الكريمة منذ عام 1979 حتى الآن وأن التمادي غير المسؤول بإطلاق مثل هذه التهديدات والتحذيرات على مدار الساعة أصبح رقنا أساسيا من الاستراتيجية الإعلامية الإيرانية الممنهجة ضد مملكة البحرين بما يؤكد عدم التزام وعدم احترام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية كقاعدة أساسية يجب تدعيمها في العلاقات بين الدول وذلك انسجاما ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف والأعراف الدولية وأضاف وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون بأنه من المؤسف جدا استمرار كبار المسؤولين الإيرانيين بإطلاق مثل هذه التهديدات الخطيرة والتحريض السياسي والديني والإعلامي المستمر الذي ترفضه مملكة البحرين جملة وتفصيلا وتعكس بكل وضوح الأطماع التوسعية الإيرانية لدولة عربية عضو في الأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس التعاون ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز وأن على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تدرك بأن مملكة البحرين لا تعطي هذه التهديدات أي اعتبار وأن عجلة التطور والبناء الحضري فيها سوف تستمر ولن تتوقف انطلاقا من إيمانها الراسخ بحضارتها وشعبها الذي يقف جنبا إلى جنب مع قيادته لتحقيق أماله وتطلعاته في الحرية والتقدم واختتم وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون تصريح موضحا بأن مملكة البحرين التي تحرص دائما على ترسيخ روح السلام والتفاهم في العلاقات بين الدول في المنطقة تعتبر هذه التصريحات تهديدات عدائية وإساءة صريحة ومباشرة لعلاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدول مجلس التعاون وسوف تكون لها نتائجها الخطيرة على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والعالم العربي والأمن ترجمة نانسي قنقر